تتواصل أعمال تطوير بمحافظة شمال سيناء بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء وتشهد المحافظة تطوير محطة القهرباء بالعريش بالإضافة لمحطة تحليات المياه وتوزيعها وتستمر الافتتاحات والتطويرات بمحافظة شمال سيناء بالتزامن مع الذكرى الحادية والأربعين لتحرير الأرض فمحطة قهرباء العريش تم تطويرها بقدرة إضافية تصل لمائتين وعشرين ميجا لتصل الآن لمائتين وعشرين لخدمة أهالي شمال سيناء بالإضافة لمحطة لتحليات المياه وتوزيعها تعيد عدالة التوزيع من جديد تطاقة تنفيذ المحطة مئة ألف متر مكعب في اليوم قبل الزيادة دي كمرحلة أولى قبل الزيادة لمائتين ألف وثلتمائة ألف كمرحلة تانية وكمرحلة تالتة المحطة هنا بتخدم مدينة العريش الشيخ زوايد رفح تمام بنبدأ حاليا بنضخ العريش حوالي ثمانين ألف متر مكعب في اليوم بيكفوا العريش واحتاجات العريش بالكامل محطة صديقه اللي بيها شغلها بتقنية التناطح العكسي أو الريفيرس واسموزس دي بيتم عملها إنه بيس بنحصل إن إحنا بنزود ضغط المياه فيحصل فيه فصل للمياه عزبة ومياه الملحة بترجع تاني على البحر تمام؟ بيتم معالجتها قبل ما تتصرف على البحر تاني عشان البيئة البحرية وده بالنسبة لأنها صديقه للبيئة وكان للإسكان أيضا نصيبا من التطوير حيث تم تشهيد وإعادة بناء لمساكن الأهالي التي تضررت من قبل فضلا عن تجديد واجهات العمارات السكنية ورصف الطرق المجاورة لها المنطقة اللي احنا وقفين فيها فندم دلوقتي منطقة المسعيد تم إنشاء 105 عمارة بعدد 2337 واحدة سكنية بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه فرق الشاسع خالص من 2011 لغاية دلوقتي الله مصلح على سيدنا محمد يعني الدنيا كويسة خالص عن الوقت اللي فات الوقت اللي فات كان احنا كنا في حالة ما يعلم بها لربنا والحمد لله بفضل قوات المسلحة وسادة الرئيس الحمد لله احنا دلوقتي من مكان نعتبر فرق الشاسع خالص يعني نعتبر رجعنا زي الأول وأحسن مشروعات متنوعة في شتى المجالات طرق وسكن وصحة وتعليم في جميع قرى ومدن شمال سيناء بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن هنا وشمل الاهتمام بالبنية التحتية أيضا افتتاح محطة لتحرية المياه بالشيخ زويد وبئر للمياه بقرية عميرة ومركز تكنولوجي جديد يجمع خدمات البطاقات الشخصية ورخص قيادة السيارات وغيرها من الأوراق الحكومية لا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الشغل هنا في شمال سيناء غير الأول خالص احنا هنا عنينا أيام صعبة جدا 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 أيام الثورة والإرهاب وعيشنا بس بس بناش البلد ومشينا بصراحة مكتب طبعا فيه تطور كبير حصل هنا في شمال سيناء بعد اللي حصل لأن المساكن هنا في شمال سيناء تطورت جدا وعملوا لنا الكباري اللي هي نفق نفق عند المعدية والطرق هنا تزبطت وبقت تمام الحمد لله بعد اللي حصل مجهودات لا تتوقف من الدولة للارتقاء بحياة المواطنين واستحتفالات بالتحرير وعودة الأمن والأمان لأرض الفيروس لترسل رسالة سلام للعالم أجمع كريم بيبرس التلفزيون المصري